في الوقت حتى كابتن حازم إمام وهو نجم كبير وموجود في الاتحاد المصري وعمل مؤتمر علشان يشرح يشرح النهاردة يعني الخريطة اللي هيصلح بها كرة مصرية مدير فني أجنبي مدير فني أجنبي أولمبي مدير فني هيخطط لكرة مصرية خبير أجنبي للتحكيم حتى ما فيش اعتذار لنادل آله اعتذار مقبول وحتى وإن الاعتذار كمان مش مقبول إزاي النهاردة انت جاي في عمل عام جاي تخدم الكرة المصرية وإزاي أقول إن موظف أو إدارة سهي عليها يعني إيه أنا هقول لحضراتكو كمان في التحيقات دي حاجة من ضمن الكواليس الأستاذ واليد العطار المدير التنفيذي لما لجنة الشفافية من قبل وزارة الشباب الرياضة وهي بتحقق سألوه ما عرضتش جواب ليه على وزارة الشباب الرياضة قال لهم أصلحنا كنا مشغولين ببطولة أفريقيا طب حضرتك ما عرضتوش ليه بعد البطولة أصلي كان في موظفين عندها كورونا هو ده الرد اللي تسجل في لجنة الشفافية بالضبط كده إذا بقول لحضراتكو ده مسؤول جاي يخدم الكرة المصرية ده مسؤول بعد ما أخطأ في حق مصر لسه موجود اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكو فيها إيه الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها ده بالعكس اتحاد الكرة المصري في الكرارات اللي قالها أسند ليه تنظيم اللواقح بشأن شؤون اللاعبين وتطورها طب والعقاب والحساب اللي فات العقاب والحساب اللي فات يروح فين ومين يدفع الفاتورة الأندية النهاردة اللي بتصرف ملايين وبتجيب مدربين أجانب وبتجيب لعبين أجانب وبتصرف وطائرات خاصة أجي ضيع حق مصر وحق النادي الأهلي في آخر ثانية أو في آخر مباراة علشان موظف سهي عليه ولا موظف كان موظفين عندها كورونا وتعمد إخفاء الخطاب وإرساله للوزير أو وزارة شابه الرياضة